وكيف معودتكم دائما نجيب لكم غير الوصفات التي تكون سهلة سريعة وفي متناول جميع اليوم سنشارك معكم هذه السلطة جراقية وديدة بزاف بمكونات اللي بسيطة متخيلوها شالبنات لا تنسونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم طاقيوا اكبر عدد من النقاط تفوزهم على في نهاية الأسبوع ونبدأوا على بركتي الله احتاجت 4 حبات البطاطا اللي يكون الحجم ديالهم كبير نقيتهم وقطعتهم على شكل مربعات سلقتهم في الماء مع شوية ديال الملحة في الجينة البطاطا بنينة من بعد ما صفيتها من الماء ضفت لها شوية ديال الملحة ضفت لها لبزار واحد المعلقة كبيرة ديال ربع مخلطة ما بين قصبور ومعد نوس وضفت واحد ملعقة كبيرة عامرة مزيان ديال المايونيز من بعد تحاولوا انكم تمعكو هذه البطاطا مزيان حتى تحصلوا عليها بهذه الشكل هذا اما بهذه الادات باش كتمعكو البطاطا او لا غير بواحد الفوق شات سوف هناك ان اخذ ورق الطهي او لا تقدرو تعوضوه ببلاستيك عادي كتدهنوه بالزيت باش هكا ما كتلصق لكم في هذه البطاطا وكنبدأ كنحط هذيك البطاطا ديالي وكنحاول انا نسرحها اما كتسرحوها هكا بسباتيول ديال السيليكون ما كتكونش كتشد البطاطا او كتدهنوه بالزيت وكتحاولو انكم تبسطوها حاولو انكم تبسطو على شكل هكا اللي يكون مستطيل ومن بعد جبت واحد الحبات ديال الجزر اللي حكيتها في حكاكة غليضة وعصرتها مزيان من ما ما كتخليوش فيها المنهائيا وكتحاولو انكم توزعوها بهذه الشكل هذي كتشوفو معايا جبت ايضا ربع ديال الحبات ديال البيض اللي مسلوق حكيتو حتى هو في حكاكة رقيقة خلي حكيت منو واحد شوية لبزين وجبت ايضا زيتون اسود قطعتو قطعة صغيرة والزيتون خضر اي حاجة فيها اللوينة تزوينين تجيب هاد السلطة هادي زوينة ديروها ما كيش مشكين نهائيا ايضا نضفت واحد العلبة ديال الطون وغادي نضيف شوية ديال الدراء معلابة صفي وغادي نبدك نجمع الرولي ديالي بهذا الشكل هادا اللي غادي تشوفو معايا طريقة سهلة وبسيطة بثاف وناجحها مياف لميا ما تخافوش منها نهائيا غادي تنجح لكم من اول تجريبة ك كيف قلت لكم اما استعملوا ورق الطهي او استعملوا اي كيس بلاستيكي تدهنوه بالزيت وكتخدمو به عادي سوف نبدأ نجمع هذا الرولي مزيان ونحاول ان نزيره باش هكما يبقاش لي الخويات ما بين الطبقات الداخل عادي نصفوه مباشرة غادي نجمع سواء هدوك الجواني بتنسو غير شوية انا انقصت واحد الكميه كبيره لحقش ال؏�بق للتقديم ديالي كان شوية صغير لا تنقصوا قليلا لكي تقدموا هذا الرولي الشكل بالنسبة للطريقة الزين سنجيب قليلا مايوناز وسنضهن الوجه الرولي كامل هنا اخذت قليلا البيض هذا البيض اللي خليته في الأول ودرتها قليلا في الوجه الرولي مع قليلا الدورة معلبة و قليلا الزيتون أسود سوف تجيب طريقة الزين تجيب سيطة و تجيزوينة بزفن إذا تقدموا هكذا ضيف حركة جراقية و تجيزوينة تصلاح انكم تقدموا هكذا ضيوف لا تكون مكلفة اقتصادية و رائعة نتمنى انكم تجربوها لان فعلا تستحق التجربة لا تنسوني شمال لايكاتكم و تشجيعاتكم دخلو الحساب عنوال الحدقة على الانستغرام و التاقي والاصدقاء في الفيديوهات اللي كان نشارك معكم باش تشفوزوا معنا في نهاية الأسبوع و الى اللقاء